ناشئين نادل أهلي للمكانة اللي يستحقها قطاع ناشئين في نادل أهلي أنا بشكر كابتن فاتح مبروك لأول شكرا جزيلا على زي المدخلة قطاع ناشئين في نادل أهلي قطاع كبير جدا قطاع معلمين الولد إزاي ياخد بطولة إزاي ياخدها بإقناع كمان وإزاي هو كمان من جوا يبقى عنده روح الأهلي وروح البطولة ودائما بنجيب مدربين هنا لحضركم تفتكروا بنجيب مدربين قطاعات ناشئين مختلفة براعم ومراحل سنية مختلفة دايما بيقول إحنا بنعود الولد على روح الأهلي قبل ما بنعلمه أي حاجة بنعلمه يعني إيه روح الأهلي بكل بقى قيم ومبادئه كلام اللي حضراتكم عارفينه ده بعد كده بنعلمه كورة يعني إيه كورة يعني إيه حاجة بدنية يعني إيه حاجة فنية يعني إيه خططية والكلام ده طبعا مطلوب قطاع ناشئين مهم جدا نادل أهلي قطاع ممكن يعني يفرغ لك لعيبة كبيرة جدا تسد احتاجات لفليل أول كاملة من غير ما تحتاج تدخل في سوق اللاعبين اللي بقى الفلوس فيه عالية قوي ومش عايزين نقول بقى غير مستحقة أو مستحقة أكيد حضراتكم عارفين كل حاجة ده كان لقاءنا مع كابتن فاتح مبروك تكلم فيه عن كل حاجة بتخص بتاع الناشئين طبعا أنا سألته عشان في أولاق أمور كتير بتسأل أنا بعد ما نادل أهلي بياخد ابني فترة المعاشة ده ممكن يقول له شكرا هل فيه بعد كده وقت أن أنا أروح لابني فالكابتن فاتح قال إنه كل شهر فيه بفتحه باب قيد ودي حاجة كويسة أكيد كلكم بتتمنوا إن أولياء أو كأولياء أمور إن أولادكم ينتموا لنادي الأهلي فاصبروا علشان الولد لما يروح النادي وقبله ويقابلينه بإقناع مفيش أي وسطة في النادي الأهلي وده اللي أكد عليه الكابتن فاتح مبروك فيه تعاون كبير جدا بين الكابتن فاتح مبروك قطاع ناشئين وبين الأكاديميات اللي بترقصها خالد بيبو النجم الأهلاوي الكبير وإن شاء الله تفرق كمان لعيبة أكيد فيه لعيبة بتعدي من قطاعات الناشئين اللي بيعدي من قطاعات الناشئين قبل كده يروح أكاديميات لنادي الأهلي فيه اسلوب على أعلى مستوى بتدار بيه هذه الأكاديميات وإن شاء الله يرجع لقطاع الناشئين مرة أخرى نروح بقى لضفنة الكريمة ترجمة نانسي قنقر